على التو خطوات إنه خطوة كالطر ويماني نتناسبة حساب بنكي مثلا تعمل مع شركة كالطور للح生 Magdance ومؤتس بانasse لحساب من هذه شركة إلا ستضع ان السلطة أن يقوم التو بحساب بنكي بهذا الشرط ومن ثم النقاط هذه الشركة كل lil 50 فجاء ييجب�에서 دائما يتجه scared نع repair نفسي مستق الخطوة الأصحة أن تصده ل Grego وما تحتاج الحق كانت بحساس تسدو احسن حاجة وباش تسدو طريق هذا اللي اعلن عليها ولا الدورية اللي صار في البنك المغرب هي انك تقدم طالب وتباع معيه مزيان باش تبغي تسد الحساب البنكي شنو فسك تدير؟ قدم طالب الوكلة اللي فاتح فيها انتهى الحساب البنكي طالب اغلاق الحساب البنكي تقدر تكتبوه بيدك تقدر تكتبوه مطبوع او هذا عن شي كتيب عمومي او شي مكتابه او اللي كان كتقدم ذاك الطالب و تتأكد مزيان انك مني قدمتي الطالب خديتي عليها الروسي خديتي وصل انهم تسلموا الطالب باش من بعد مستحوش لك اسمه بليغة و يقولك لا معمرك جيتين طالب قدمتي شنو عندي بلاش عارفنا قدمتي؟ لا اعطيت الواحد السيدة قدمتي الطالب عندك تاريخ عندك وصل ايداع هالطالب اعطيه لنا الروسي و لا كيزي ضروري مني تحط طالب اغلاق الحساب البنكي تاخد ذاك الوصل ومن بعد ما تقدم ذاك الطالب فالبنك عنده اجال شهر يجاوبك عليه و اذا لم يجاوبك سير عندهم وقدم شكاية انهم لم يجاوبك و لم يغلقوا الحساب ولا اذا لم يجاوبك تمشي تاخد شهادة تفيد ان الحساب ديالك مغلق هذا بالنسبة انت الى انت تسد الحساب الحالة التانية الى انت تسمحتي في ذاك الحساب و مادرت شهاد القضية و كما قلت انا كان نصح اي واحد ما عندهم يدير بشي حساب البنكي يسال به الغرض يلو ستسدهم الحساب اذا لم يجاوبك الحساب البنك بلازم انه من اجزال يعانو انه اغلق الحساب ولكن كيف ايغلق وانه سيسدهم بلا ما يعلمك اللا اصفت لك رسالة الاخر عنوان عندهم التي ترتبق فيه الحساب ويعلمك ان الحساب البنكي اعانو انه تحرك لانه البنك لا يستطيع ان تسده لو قفت الحساب و لم يكن لدي أي شيء عملية و لم أضع المال أو شاك و لم يكن لدي أي شيء بعد عام ، البنك ملزم إصافت لك و يقول لك أن تضع الحساب لك و ستوقف أن لا يعمل هذا العام و ستصده و يصلنا لبنك شهرين 60 يوم إذا جاءت و قلت لهم أنه ستصده و ستحتاجه من بعد و يجعله و يتفاهمه إذا لم يكن لديك و قلت لهم ستصده و ستصده و لكن نتابعه لك البنك المغرب أعطى واحد الإمكانية لأبنك التي يجب أن نحضيه منها إذا كنت ستسمح في شيء كون لا نجعله فيه الموام و لا نجعله فيه الناقص لا يكون كيسالوني 20 درهم أو 100 درهم و نجعلها لأنه كما قلت في الأول البنك ربيع و شرائه و البيع و شرائه هو أنت إذا قلت لهم 20 درهم فهو يحسب أنه سلفها لك و أعطى لك كريدي يحسب عليك الإزان تارك و يحسب عليك المصاريف التي تتفق معك و يحسب عليك بزاف تحويش بعد ذلك 20 درهم تقدر شهر الأول تولي 40 شهر الثاني تولي 80 شهر الثاني تولي 100 و هيك تطلع فتأكد أنك لا تخليش فيه الموام لأن البنك المغرب أعطى إمكاني لأبنك لأنه إذا يسالك شيئا في ذاك الكونت لا يسدوش و إذا تريد أن تسدوه حتى تخلصوا في ذاك المصاريب و ذاك شيئا يسالك فيه فنتأكد مزيان أنني ما خليش الناقص في البنكة أن البنك مكيسالني من يسمح في ذاك الحساب و حسب المدوانة التجارة اللي كتعالج و كتطرق قانونيا العلاقة ما بين الزابون اللي هو الكليان اللي يفتح الحساب و ما بين البنكة فلا هالبنك ما عندوش الحق يخلي حساب متوقف فلا تنفيس مع العملية ما كيتحركش كثير من عام إلا خلاه و هذا شيئذب الناس في السنوات الماضية كيملي كيخليل هو الكونت 14-15 سنين هاد يتكروه و إستثناء فيها و يقولوا له راه الحساب ديالك كل كمسالات أو لربعة لافدرام ديال اللي زان تاريون و المصاريف اللي كتزاد كل شهر و كل عام فهذا شيء ماشي قانوني إلا كتخلتي الحساب ديالك ما كيتثناء فيها حتى شيء من يجب أن يجب أن أحضر صغير وتعادل عام يكون سوف تصده إذا تجعله أكثر من المدة فهو تحملون مسؤولية يمكن أن تقوم بإمكانك لمدة أي شيء أو تصل معهم للقاضة ثلاثة نصائح التي سوف نتعرض عليها إذاً لا نجعل الحساب مفتوح و نميق عليه و نمشي بحالي إذاً لا تبقى أشغلي و لا تحتاجه أو إذا لم تنمشي بانك أخر و تحت فيها حساب و ارتحيت معهم نحسن نمشي و نصد حساب البانك ثاني حاجة إلا غنخلي واحد الحساب ونسمح فيه ما نخليش فيه ناقص ما يكونوش كيسالوني ثالث حاجة إلا البنك صيفت ليك دالس واحد السنوات وقال لكرا أنا كنسالك قد وقدة وانتك تخليتي الحساب خاوي وما كيسالك فيه والو وما درتبي حتى عملية لمدة سنة فما تخلص لهم تاريال لأن نخصهم كانوا يصيفتوا ليك بعد سنة ويقولوا لكرا غنسدوا الحساب تحية لكم الله يعونكم